طيب دكتور محمود رجعلينا مرة تانية يا دكتور محمود صباح الفل ناولد اهلا بحضرتك بكثيرين معلش يعني بنحتاجك في الظروف اللي هي تبقى مش مفهومة شوالة لان مبارح زي من حضرتك اكيد تبعت يعني فيه راعد وفيه امطار وحاجات كده تقلبات يعني كانت واضحة جدا فعايزين نتطمن من حضرتك هل كمان الايام اللي جاي حتاشت مثل يعني هذا النوع من التقلبات الواضحة في الجود فضل اهواء الخريف وتقلبات او اللي احنا بنتكلم عليها دايما بحدة والسريعة عشان كده احنا بنتمي فصل الخريف فصل التقلبات الجوية بحدة والسريعة بنشوف اكتر من فصل في يوم واحد حلو شفنا الصبح درجات حرارة مرتفعة وزيادة بفترات سطوع عشاعة الشمس ودرجة حرارة القهيرة وصلت باتين وتلاتين درجة بالليل مع غياب عشاعة الشمس وزيادة نسا والرطوبة واختلاف درجات الحرارة مبين صفحة الارض وجو العليا عمل على تكون الصحب الرعضية اللي شفناها الرعض والباب اللي متاشر والانتجر في مناطق متفرقة واللي كان بيصاحب لها انطار خفيفة كانت متوسطة احياناً صبعد المناطق وطبعاً وصل للتوفعات والتحديثات اللي هي العامة على صوت الجوية انظرتها مساء امس انه اوقات الفجر ومستاعات المتأخرة من الليل هتشف الزيادة في فرص سقوط الانطار والصحب الرعضية وده حصل بالفعل على مناطق متعددة من القهيرة الكبرى الحمد لله الأجواء بدأت تستقر خلال هذه الساعات وفرص الانطار انعدم تماماً على القهيرة وحفظات الودي البحث وانحسر الصحب الرعضية على مناطق من سيناء سواء كان في شمال او في جنوب سيناء هتكون برضو مصاحبة لها سقوط امطار خفيفة الى متوسطة الايام اللي جاية ان شاء الله خلال ال 72 ساعة اللي جايين فرص الانطار هتكون منحصرة فقط على مناطق من سواحين الشمالية الغربية عند السلوم مطروح الطبعة هذه المناطق تشهد برضو فرص سقوط امطار خفيفة برضو مش هتسبب اسم ان شاء الله واتبقى تسبح بحركة الطرق ان شاء الله وحركة السفر على مدار اليوم كله لسه الحمد لله ما فيش تقلبات جوية قوية او حالات عدم استقرار عريفة وفي متوقعة حتى الان طبعا يا حيك عمان تقول الحمد لله الحمد لله ليه طبعا الامطار حلوة يعني لا احنا بنقول يعني الحاجات يتسبب ازمة في حدود المعقول كويسة طبعا يعني يعني نتطمن والاهالي يتطمنوا لان لسه معاش حيك كنت تسمعنا ولا لا كريم بيتكلم ان هو من يعني الاهالي اللي ما خلوش ولادهم يروحوا المدارسة النهاردة بسبب اللي حصل بالامس والتقلبات اللي كانت واضحة فالكلام ده يعني مش صح ان هو يتم كمان وانطمن الاهالي في الفترة اللي جاي ان ده مش هيبقى او ولادهم مش هيبقى عرضة يعني لأي مشاكل في الجو تمنعهم ان هما يروحوا المدارس صح كده؟ اه طبعا يا خلم المدارس بلنا نبارح برضو يعني كل مدخلاتنا نبارح وفي التوقعات اللي اصدرنا نبارح وقالنا ان فرص الانطار لا تعوق من حركة الطرق الاجواء هتكون مستقرة ما فيه زحمة نش هتكون في اهمة طبعا ما كان فيه تواصل كامل مع غرف الدعم وانتخاذ القرار في مجلس الوزراء جلها كل اللي الوزراء كانت معتازمة باعمالها كميات سفط الميهة كانت ممتاشرة في الشارع من بارح من قبل الساع 10 بالليل استعدادا لسقوط الانطار كميات الانطار اللي نزلت فيه الساعات الليل في الليل خالص وصبح بادري كانت كميات الانطار متجمعة في العربيات وما كان فيه امطار خالص موجودة على الارض من تجمعات مها وطرق كانت رايقة تماما ما كانش فيه فقط ازدحامات بسبب سقوط الانطار خالص كويس جداً طيب منتنا دكتور محمود شكراً لحضرتك جداً على هذه المداخلة هو إنذار زائف إنذار زائف والله لا بس فيه أهالي كتير كده على فكرة يعني أنت مش بس النموذج الوحيد أنا متأكداً فيه ناس كتير جداً وقدتش أولادها المدرسة عشان الموضوع الأمطار وكمان جزء كمان بيبقى من المشكلة إيه ساعات أنت عارفها السنين اللي فاتت كذا مرة في كذا شتوية واربعة كان كمل أمطار كبير بدرجة إن كان فيه تجمعات مائية فظيعة في الشوارع ففيه أطفال كتير تحبسوا في البصات بتاعت المدارس ده اللي بيقلق أو يعني الأهالي أولياء الأمور أكتر من الجو نفسه بالعكس جو اللطيف لكن فكرة إن هم يبدلوا محسورين جوه البص لفترات زمنية طويلة ربنا يعلم مداها دي اللي بتقلق ساعات بس ده كان مش للوقت ده ده حصل تريباً كان شهر آخر 12 حاجة كده يعني أنا مش فاكر التاريخ بس حصل ده يمكن كذا مرة كذا شتوية واربعة